مدينة تعز امام مواجهات حاسمة هكذا تبدو هذه المرة التي ابتدت بتقدم لقوات الجيش الوطني في الجبهة الشرقية اسفرت عن تحرير مبنى البنك المركزي بعد مواجهات عنيفة مع عناصر الميليشيا مصدر عسكري في قيادة اللواء 22 ميكا قال ان قوات الجيش والمقاومة الشعبية شنت هجوما عنيفا على معاقل الميليشيا الانقلابية في الجهة الشرقية من المدينة استطاعت من خلاله تحرير عدد من المباني المحيطة بمعسكر التشريفات والقصر الجمهوري المواجهة التي انطلقت مؤخرا جاءت بعد القصف العنيف الذي شنته الميليشيا على الاحياء السكنية وسط المدينة والذي خلف عددا من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين معظمهم من الاطفال المعلومات هنا تؤكد ان المواجهات لن تتوقف الا بعد تحقيق الاهداف المرسومة لهذه العملية التي تقتضي الوصول الى مواقع تمركز الميليشيا في اطراف المدينة والتي اتخذت منها منصات لاطلاق صواريخها على الاحياء السكنية